ثم نتابع ماذا قال الشناوي بعد العودة من غينيا إلى القاهرة وتعادل الأهلبي بشكل سلبي أمام حرية الغيني في زهاب دور السمانية لدور أبطال إفريق عملنا نتيجة جيدة بالتعادل كان فيه طبعا صعوبات ما أبدأنا بأرضية الملعب والجو كان النهار ده حار شوية بس دي على طول سيمة الناد الأهلي وللعبة الناد الأهلي بورجيالة في الوقت ده بصراحة والإدارة طبعا بشكرهم طبعا بنبع للعيبة وأن هما طبعا وفرنا مهمة الدارة خاصة ده حاجة كويسة جدا عشان اللعبة تكون مرتاحة طبعا بصراحة الناس ممكن تتفرج على المباراة تقول الملعب حلو جدا بس الملعب يعني اللي جوه الملعب هو اللي حاسس إنبائي عارف أن تنبارح الدنيا كان يتمطر ازاي الملعب كله كانتينة يعني مش عارفين نلعب مش عارفين كله محد يسلموا كرة بالزحلة نجا شوتوا بكرة إجلابي تروح خافة الزحلة بكرة تيلش مني حصل كتير ده أرده بس الحمد لله يعني بس نلعب بناميلي يعني دي الظروف ولازم تكون أدها واللعبة أدها والحمد لله قدينا المرحلة ديات وينفكر إن شاء الله المتش الجاي احنا كده قدينا نص الطريق لسه نص التاني في مصر وأنا شايف إن اللعبة أدها وإن شاء الله أنا عدي نص الدور ده ونخش نص في نهاية إن شاء الله ربنا أكرم كده إن شاء الله إيه دي إحنا اللعبة كلها موجودة وأنا من أول الناس يعني إحنا كنا مفتقدين الكمهور والحمد لله قم الرجاء وإحنا منلعب عشان خطر الكمهور وعشان خطر النادي طبعا إحنا من فقل الكمهور بيبقى على طول مساندنا وإحنا منعمل طلاط والكلام ده كله عشان نفرح أكمهور اللي مساندنا ده على طول إحنا يعني منزل أكدر قهد عندنا عشان خطر نبسطهم ويفرحهم إحنا بفرة واحدة ونشتغل نكتهد في التبرين مع كابتن مصطفى طبعا عمل معنا شغلة كويس جدا معي طبعا الكابتن شريف معي علي إحنا الثلاثة واحد منتمرن ومنجتهد يعني إحنا مننزلنا من علينا والتوفيق где عند رفعنا وأي حد يكون موجود طبعا إحنا منلعب العلاج للنائد الأهلي والفترة اللي فاتت طبعا كل واحد بيبدأ عنده هدف عايز يوصوله وأنا عندي هدف ده أنا أكون موجود في النائد الأهلي وموجود في المنتخب وفي الأول وفي الأخر أنا بلعب عشان خطر النائد الأهلي وعشان خطر طبعا عشان خطر منتخب مصر ده عايز بقى تعب ومجهود في التمرين مع زملاتي طبعا منافسة شريفة طبعا انه هو اي حد برضو بقى عنده هدف يوصله دي حاجة كويسة يعني ما يبقى معك جون كوبار طبعا بتخليك ومركز اي حاجة انت بتعملها لازم تركز فيها الامور مش مسهلة لا الامور صعبة بس الحمد لله بس اما حاجة بيبقى توفيق ربنا بقى معاك وانت تشتغلوا الباب بتاع ربنا الحمد لله اشتركوا في القناة